بسم الله الرحمن الرحيم وهذه اللقاءات العلمية في رحاب المسجد الحرام ثم الشكر موصول لمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين الذي وجه بإقامة دورة في الشمائل المحمدية والشكر موصول كذلك إلى الإخوة القائمين على مكتب التوجيه والإرشاد في الرئاسة والموضوع الذي سأتحدث عنه هو تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته ويدخل في هذا الموضوع تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته وتعامله مع أبنائه وتعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أحفاده وكذلك ما هي أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم في بيته والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالسيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو في الخامسة والعشرين من عمره فأنجبت له بناته جميعهن وهن زينب وعم كلثوم ورقية وفاطمة رضي الله عنهن وكلهن أدركنا الإسلام وأسلمنا وتوفي ثلاث من بناته في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أما فاطمة رضي الله عنها فتوفيت بعد موته بستة أشهر وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا الاهتمام والعناية بهن والذي يقرأ في كتب السيرة النبوية يجد مواقف كثيرة تؤكد هذا الاهتمام وهذه العناية فقد جاء الحديث عن عائشة رضي الله عنها يبين كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنته فاطمة واحترامه لها وإكرامه إياها فقد قالت كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها وكان مما يدل على شدة عنايته ببناته واهتمامه باهتماماتهن صلى الله عليه وسلم ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من أنه لما ماتت بعض بناته في حياته وقف على القبر وعيناه تدمعان رحمة وشفقة بهن ومن محبته لهن أيضاً أنه كان يهتم بشؤونهن ويحل مشاكلهن ومن ذلك أن ابنته فاطمة رضي الله عنها جاءته يوماً تشكو مما تجده من جهد العمل فطالبت منه أن يحضر لها خادماً وقال صلى الله عليه وآله وسلم لها ولزوجها ألا أدلكم على ما هو خير لكما من خادم إذا آويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين وسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاثاً وثلاثين فهذا خير لكما من خادم وقد عملهن صلى الله عليه وسلم بالرحمة والحكمة وظهر ذلك في كثير من مواقف حياته صلى الله عليه وآله وسلم ومنها اهتمامه بهن عند مرضهن فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبقى عند زوجاته رقية ورقية بلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت زوجة لعثمان فأمره أن يبقى معها ويمرضها لأنها كانت مريضة ويهتم بها أمره أن يبقى بها عندما أرى التوجه إلى معركة بدر كذلك دعوته إياهن إلى سائم بالرحمة والحسنة فقد جاء في الحديث أنه لما أمر الله نبيه بالجهر بالدعوة نادى على الناس وكان من ضمنهم ابنته فاطمة فقالها ويا فاطمة ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا كذلك إدخال الفرح إلى قلوبهن كما كان يأتمنهن على أسراره ويقوم لهن ويحسن استقبالهن بالإضافة إلى أنه كان يسارع إلى تزوجهن بعد بلوغهن ورجاحة عقولهن وكان يأمرهن بالحجاب ولبس الساتر من الثياب كذلك من الاهتمام بهن المسارع في حل الخلافات التي قد تطرأ بين بناته وأزواجهن والتدخل الإصلاح بينهما كما كان يحرص عليه الصلاة والسلام على متابعة أخبارهن واهتمامهن بأمر الآخرة وينصحهن بالحذر من الركون إلى الدنيا ومتاعها الزائل كذلك أحرص صلى الله عليه وآله وسلم على إدخال الفرح إلى قلوبهن فقد جبر خاطر ابنته زينب بفداء زوجها أبي العاصي من الربيع إذ كان من أسرى بدر واشترط عليه أن يرسل ابنته زينب أن يرسلها إليه في المدينة ومن مواقف حرصه كذلك على إسعاد بناته أنه عليه الصلاة والسلام تكفل بالعقيقة على الحسن والحسين ابناء ابنته فاطمة بل إنه كان حريصا على الاهتمام بهن حتى بعد وفاتهن فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يوجه أم عطية الأنصارية ومن معها في غسر ابنته زينب وأمر بثوب له ليوضع على جسدها كل هذا يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببناته وعلى شدة رعايته لهن صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهن أما تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع زوجاته فإن كتب السيرة النبوية تثبت كثيرا من المواقف في تعامله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته حيث كان صلى الله عليه وآله وسلم لهن نعم الزوج من خلال المعاملة الحسنة معهن والمواقف كثيرة ونقف على بعض من هذه المواقف ومن تلك المواقف من المواقف مساعدتهن في أعمال المنزل فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بخدمة نفسه إلى جانب مساعدتهن فقد قالت عنه زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصنع طعامه بنفسه وينجز أي شيء يعرض له من عمل البيت كذلك من المواقف أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعطف عليهن ويؤانسهن ويقوم بإيصالهن إلى حجراتهن ومساعدتهن في تخفيف الأعباء والمشقة عنهن كما كان يساعدهن في الصعود على الدابة ومثال ذلك أن زوجته صفية رضي الله عنها جاءته يوما وهو معتكف في المسجد فتحدث إلى بعضهما وعندما أرأت الإنصرافة قام معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوصلها إلى بيتها وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزوجاته وقد كان يتحدث ويسهر مع زوجاته ويتحدث معهن كذلك من المواقف تحمله وصبره عليهم تحمله وصبره عليهم مما قد يقع منهن من الغيرة كما كان يصبر على مناقشتهن إياه علما بأن هذه التصرفات كانت غير مقبولة لدى قريش إلا أن النبي والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعلم الناس أن هذا من الأخلاق العالية للرجل وليس من ضعفه ويظهر صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة صور منها صبره على هجرهن له وقد كان نبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقبل من نسائه مناقشتهن يتقبل نقاشهن له وإياه في كلامه فقد أنكر عمر بن خطب رضي الله عنه على زوجته رد كلامه إليه فقالت له فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل كذلك صبره على سؤالهن إياه النفقة النفقة الزائدة مما ليس عنده فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي يتحملهن في ذلك ويصبر على الأمور التي قد تعكر صفو الحياة الزوجية ومن ذلك أنه جلس وحيدا لا يأذن لأحد بالدخول إليه إلا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولما سألاه عن سبب سكوته أخبرهما أنه بسبب سؤال زوجاته النفقة مما ليس عنده كذلك صبره على سؤالهن له في مسائل شرعية فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بدين الله وكن يسألنه كثيرا ويجادلنه في بعض المسائل شرعية وكانه بدوره يعاملهن بلطف وليل ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع حفص رضي الله عنه في قصة أصحاب الشجر عندما قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها قالت بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت حفصة وإن منكم إلا والدها فقال صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية كذلك صبره صلى الله عليه وآله وسلم على ما يقع منهن من تصرفات مختلفة كفعل إحجاهن أمرا دون علمه فلا يعنفها بل يصبر عليها ويرحمها كذلك إسعادهن فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصا كل الحرص على إدخال الفرح والسرور على زوجاته يتعامل مع كل واحية منهن بما يناسب عمرها يتعامل مع كل واحية منهن بما يناسبها ويناسب عمرها ومجولها ومن ذلك موقفه مع زوجته عائشة رضي الله عنها حيث تقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما على باب حجرتي والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسترني بردائه أنظر إلى لعبهم كما أنه كان يناديها بالحميراء لما فيها من معايي الدلال والمحبة لها كذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم مشاورهن ويهتم بآرائهن فكان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بآرائهن ومن ذلك مشاورته لزوجته أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتحلل من إحرامهم فلم يقم أحد منهم فاستشار زوجته أم سلمة في ذلك فقالت له أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غمى وهذه المشورة تجرع السكنة والمودة بين الزوجين فينسى الرجل همومه وأعماله ويكون بذلك محبا لأهل بيته كذلك من مواقفه صلى الله عليه وسلم ومن تعامله التلطف معهن فقد كان ينادي على عيشة رضي الله عنها بترخيم اسمها ويخبرها بالأخبار السعيدة ويتعامل معها بكل نطف ومن ذلك حديث عيشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضعفاه على موضع فيا فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيضعفاه على موضع فيا وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يشرب يشرب بعد أن تشرب عائشة رضي الله عنها فيضع فاه على موضع فمع عائشة رضي الله عنها فيشرب وتقول وأتعرق العرق العرق هو العظم الذي فيه بقية اللحم العرق هو العظم الذي فيه بقية اللحم تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث وأتعرق العرق يعني تأكل منه وأنا حائط يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه يعني يأكل من حيث أكلت عائشة رضي الله عنها وهي حائض وهذا فيه رد على اليهود الذين إذا حاضت المرأة فإنهم لا يآكلوهن ولا يشاربوهن ولا يجتمعون معهن في بيت وإنما تكون المرأة إذا حاضت تكون بمفردها في البيت منعزلة لا تآكل ولا تشارب وبخلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل أي موقف لإدخال السرور عليهن فقد روي أنه تسابق مع عائشة رضي الله عنها مرتين تسابق معها مرتين فسبقته في الأولى وسبقها في الثانية فقال صلى الله عليه وسلم فقالها هذه بتلك كذلك معاملتهن بالمودة والرحمة كان صلى الله عليه وسلم يعاملهن بالمودة والرحمة ومن صور المودة والرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أنه ذات يوم دخل على صفية رضي الله عنها وهي تبكي فسألها عن سبب بكائها فقالت إن حفصة عيرتها بأنها بنت يهودي فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال لها إنك لابنة نبي وإن عمك لا نبي وإنك لتحت نبي فبما تفخر عليك فبما تفخر عليك ثم قال صلى الله عليه وسلم اتق الله يا حفصة وفي هذا الحديث تطيب لخاطريها وبيان أنها زوجة نبي وأم للمؤمنين كما أنها تنتسب إلى نبيين هما موسى وهارون عليهم السلام وهناك موقف آخر كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عائشة رضي الله عنها حيث قال لها إني لا أعرف غضبك ورضاك قالت قلت وكيف تعرف ذلك يا رسول الله قال إنك إذا كنت راضية قلت بلى ورب محمد وإذا كنت صخطة قلت لا ورب إبراهيم قالت قلت أجل لست أهاجر إلا اسمك كذلك صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجل بين نسائه فالعدل هو الأساس الذي كان سائدا في بيته النبوة حيث كان يعجل بين زوجاته بالمبيت والنفقة وحسن العشرة سواء كان في الحضر أو السفر وقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم لكل واحدة منهن جعل لكل واحدة منهن حجرة خاصة بها إضافة إلى أنه كان يبيت عند كل واحدة منهن ليلة ويوزع ما يكون معه بينهن بالتساوي وفي حال سفره يقرع بينهن قرعة فالتسافر معه التي يخرج اسمها فيها أما في حدة الوداع فقد أخذهن كلهن واستمر صلى الله عليه وآله وسلم على هذا العدل حتى لما اشتد عليه المرض فعندما اشتد عليه المرض استاذن أزواجه في أن يمرض في حجرة عائشة رضي الله عنها فأذن له وعلى الرغم من ذلك إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتذر إلى الله فيما لا يستطيع العدل فيه وهو الميل القلبي لأن الإنسان لا يمركه كذلك وفاءه صلى الله عليه وآله وسلم لهن وهذه الصفة ميزت بيت النبوة ومن صور ذلك وفاءه لزوجته خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين فلم يتزوج عليها حتى ماتت وقد ناصرته ونصرته في دعوته ووقفت إلى جانبه بنفسها ومالها فبقي صلى الله عليه وآله وسلم وفيا لها حتى بعد وفاتها حيث كان إذا ذب حشاتا يرسل بعض اللحم إلى صديقاتها ويذكر مواقفها معه أمام زوجاته الأخريات أما تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أحفاده فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامل الناس جميعهم بالرحمة يعاملهم بالرحمة واللطف وخاصة الأحفاد وقد تجل اهتمامه بهم في كثير من المواقف والصور ومن ذلك أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يصلي بالناس فجاءته أمامة وهي بنت ابنته فجاءته أمامة فإذا كان واقفا حملها بين يديه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم إذا كان واقفا حملها بين يديه وإذا سيد وضعها على الأرض كما أنه كان ذات يوم يصلي فجاءه الحسن والحسين فركب على ظهره وهو ساجد فأطال في سجوده إلى أن ذهبا وكان ذات يوم يخطب بالناس فرأى الحسن والحسين وقد لبسا ثوبين جديدين فنزل عن المنبر ووضعه ما بين يديه وقال قبل الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة ومن اهتمامه بأحفاده أنه كان يسميهم بأحسن الأسماء وكان يقبلهم ويحملهم على ظهره ويحبهم كثيرا ويلاعبهم ويضحك معهم ويرقيهم في حال مرض أحدهم كان يرقي الحسن والحسين بقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ثم بعد أن نزلت المعاوذات يعوذهم بالمعاوذات صلى الله عليه وآله وسلم وكان يجلس بعضهم يجلس بعضهم على الدابة وبهذا يتبين أن علاقته صلى الله عليه وآله وسلم بهم كانت علاقة المحب لهم والحنون عليهم وعلى كل فأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته تعد معيارا صادقا لهذه الأخلاق تصرفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وتعامله مع زوجاته ومع بناته ومع أحفاده يدل على معيار الصادق للحكم على أخلاقه صلى الله وسلم فالبيت هو المكان الذي يتفاعل فيه الإنسان مع وساته يتفاعل معهم دون تكلف وأعظم مثال على أخلاق الرفيعة في البيت هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن عمله في البيت فقالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه الله أكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث للناس للعالمين هذا الرسول الذي بعث للعالمين وعنده من الهموم في تعليم الناس وفي إبلاغ الرسالة ومع ذلك تقول عائشة رضي الله عنها عندما يكون في البيت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وآله وسلم فهو مثال مثال للتواضع يخدم نفسه ويخدم أهله ولكنه كما ورد إذا سامع الأذان خرج إلى الصلاة لأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم هذا باختصار تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل بيته وإلا لو أن الإنسان أراد أن يجمع المواقف في هذا الباب مما ذكر في كتب السير لا وجد الكثير والكثير ولكن نكتفي بهذا القدر وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر